اشتركوا في القناة موسى يعتقدون بعيسى عليهما السلام يعتقدون برسول الله محمد صلى الله عليه وآله لكن ينسبون النقائص إلى هؤلاء الأنبياء وسبب نسبة النقائص لهؤلاء الأنبياء أنهم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى المشكلة في الذين ينسبون النقائص إلى الأنبياء في جذرها إلى عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى أنت تراجع التوراة شوف الخرافات المنسوبة إلى الأنبياء ويعتقدون بها لأنهم لا يعتقدون اعتقادا حقيقيا بالله يعتقد أن الله يمكن أن يظلم يعتقد والعياذ بالله بأن الله جاهل هكذا يعتقدون ويعتقدون ويعتقدون هذه العقائد الفاسدة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أدت بهم إلى عقائد فاسدة بالنسبة للأنبياء الآن من المسلمين الذين ينسبون النقائص إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله سبب ذلك أن عقيدتهم بالله عقيدة فاسدة أنت إذا اعتقدت بالله عقيدة صحيحة وأن الله سبحانه وتعالى القادر المطلق الحكيم المطلق وأنه سبحانه وتعالى يصطفي الإصطفاء يجتبي الإجتباء يختار وهو القادر على أن يختار الأفضل إذا اعتقدت بهذه العقيدة تعلم بأن الله سبحانه وتعالى اختار وخلق الأفضل هو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم لكن بشر مصطفى بشر يوحى إليه بشر مجتباء والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي اصطفاه فخلقه بشرا لا نقص فيه إذا الإنسان كانت عقيدته بالله عقيدة سليمة عقيدة بالنبي هم تكون عقيدة صحيحة اللي ينسب إلى النبي الذنوب وينسب إلى النبي الأخطاء وينسب إلى النبي الظلم وينسب إلى النبي كذا وكذا من الأمور هذا السبب أنه لم يعرف معنى الإصطفاء ولم يعرف صفات الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وهذا كلام طويل ولكن بمقدار الإشارة في شرح هذا الدعاء فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة